مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال السلام عليكم اخوتي اخوتي كيف عاملين مع الصيام ان شاء الله تكونوا كامل الصحة اليوم كما كتشوفو غان نحضر معاكم طاجين دي الحم ساهل وكل شي قدر يولي ديرو كيتنصفي دقائق ما كياخدش الوقت وما فيش تعقيدات وكيخرج من دك الشي واي واحد يقدر ينصبو سواء هاوي او محترف خليوكم معايا كننخذو الطاجين دينا كما كتشوفو اول حاجة كنوجدو القطع الحم دينا كنقطعو قطع الحم الى قطع حسب الكمية طبعا من يبغي نقطعو دي من منفرزوش العظم معي للحم كل قطعات تكون بالعظم ديالا لان العظم هو اللي غادي هزلينا الطياب باش يميتحكشنا للحم كندروا اللقامة ديالتنا المقادر هما بسنا تلتتف صوص ديالتومة قدرتم تزيدو تلتتف صوص ديالتومة الهدف ديالي هو انا ننقد هاد القطع اللحم باش يشربونينا جميع العناصر ملعقة صغيرة ديالت زنجبيل او سكينجبير ملعقة صغيرة ديال الفلفل الاسود او اللي بزار ملعقة صغيرة ديال القصبة الكارم ملعقتين صغيرتين ديال الفلفل الاحمر ملعقة صغيرة ديال كوكم ملح حسب الضوغ ملح حسب الضوغ ملعقة ديال الرباع واليفزار ملح حسب الضوغ ملح حسب الضوغ ملح حسب الضوغ ملعقتين ديال الماء طبعا باش العناصر ديالنا تدامج لنا مع بعضياتها و الحم يتشرب لنا بجميع العناصر نحاول نلبس الحم بالعناصر المقادر كل قطعة نعطيها وقتها باش تشرب لنا وتلبس تماما نعطي العناصر واللحم ينزاج مع بعضياتهم ويشرب قطعة اللحم جميع العناصر يوجد نصيب دينا كما تشوفو عدنا البصل وطماطم وفلفل الحار وثلاث حبات بطاطا وثلاث حبات ديال الجازر وطبعا قطعة اللحم اللي خليناها تشربت العناصر نضيف ملعقة كبيرة ديال الزيت المائدة فقط ملعقة كبيرة نحاول ما امكن باش يولي الزيت ديالنا في الطاجين كامل من بعد نستفو القطعة اللحم كما إننا نقوم باكم نحاول ما امكن العظم يولي يكون تحت من اللحم سوف نأخذه حبات البصل ونقطعهم على شكل مربعات ثم نرميهم فوق اللحم من بعد نأخذه حتلاة حبات ديال الجازر نقسموه على نصف عين ونصف الأول نقطعهم على شكل طولي ساميك نصف الثاني نحطف ضوبه ذلك للتزيين نحاول نجوفه نقطعه على شكل طولي ساميك نصمره بعد العملية نضيفه فوق البصل نضيفه فوق البصل نضيفه نضيفه عناصر الحم اللي بقاتلينا من اللي كنا نشرمله الحم بقاتلينا المقادر هي اللي غن نشربه فيها جميع العناصر غن ناخده البصل غن نحبه نقطعه على شكل دوائر نضيفه 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 ونضيفه نضعهم فوق الجزر نضع البطاطس على شكل دوائر نضعها في الطاجين نستفوها فوق البصل في الطاجين نضع البطاطس على طاجين نضع البطاطس على الطاجين هناك من خضر نضع البطاطس على الطاجين نستفع الجزر للتزيين نستفع الطماطم نقطعها على شكل دوائر نقطعها في أي وقت وضعها على النار يأخذ فقط ساعتين القياب لا تحتاج كل مرة تطلع عليه فقط في حالة واحدة نزيد ملعقة كبيرة الزيت الزيتون نقوم بفوق النار لا تقوم بفوق النار تحتاج إلى صفيحة معدينية أو مقلات لا تستعملوها لا تقوم بفوق النار تحتاج إلى صفيحة أو مقلات طبعا النار تكون هادئة وإنما نار مجهدة في اللول حتى نرى الغلة اللولة من الطاجين نقصه في النار نقصه النار نقصه في نار مهيلة من بعد أن يقرب الطاجين يبدأ يطيب معنا نزيد ملعقة كبيرة من الزيت الزيتون يقصه في نار ذلك من هذا العمل ساعة ونصف سوف يتجب الطاجين سوف يتجب نصف ساعة من وراء الزيت من بعد نصف ساعة سوف نقصه من بعد نصف ساعة سوف نقلق سوف يجب البطاطس والجزر وكل شي طب معانا والماء ما زال كين كي تلقوا ما زال كين الماء ما كيمشيش الماء ما كينشفش ما كنطاروش نزيدو المياه مرة تانية فقط الخضر والبصل هل كتدينا الماء في الصوص دينا وصفيها هو وبابيكم هاو بطاجين دينا واجد متنساش تضغطو على الزر ابوني وديرو لايك وجيم وبطاجي باشي عم الفائدة وشكرا على المتابعة